السلام عليكم غزالاتي اليوم سوف نضع معكم واحدة تحلية بسيطة ومكونات متواجدة في أي بيت وهذا سوف نقترحها معكم سوف نبدأ أولا بالمكونات لدينا اترو الحليب سوف نضع معه 4 معالق ميزينة واحد لها غرش و أكاس بارينا و سوف نضع 4 معالق كبار سوف نبدأ بالحليب اترو سوف نضع سيفونية و من المكونات قبل أن نضع الميزينة سوف نضع المكونات كبار سوف نضع إذا كان لدينا المسيطرة سوف نقوم بعمل المعالق كبير بسم الله واحد هذا الجوش ثلاثة أربعة سوف نقوم بعمل المعالق اخسر على ما، اريكم عارفين على الجانبادة تتعب بحلي كل واحددي ما بغضتك شي حلو ولا ما بغضتك يعني الحسن من طاق ثلاثة أنا زوج دياري كبير غزلتي كماردينا بطاقنا نحركو حليب مع ما يزينا وسكر مني يكون باري نحركو مزينا حتى ما تفقعد مدقة بشكل بيضي سوف نشعرهم على الفيض الياقورت والفانيلا كيف يحضرهم بينا وزيان واحد الحاجة سوف نحضر الطبق بينا ونجدوها لكي لا يحتاج لنا التحرية بينا لكي تأتي جميلة وكي تأتي جيدة ومكونات بساتة ولا يوجد بزيارة لكي لا يكون لدينا الفيديو طويل سوف نأخذ بينا حتى تقرج جمعناي التحرية بينا ونقوم بزيارة ونقوم بزيارة ونقوم بزيارة كيف تلاحظون هذا هو الحليب بذات عقادة لدينا بطر مقوسة سوف نقوم بزيارة لكي يباليهم لدينا لدينا نرى كيف تقدم الآن سوف نقوم بزيارة سوف نقوم بزيارة ونقوم بزيارة ونقوم بزيارة ه seventh 하지만 هو تكس الأجوب ونقوم بزيارة أرجع Jaぐ وبح distributed كيف تلاحظون مكنます و για غير نصفوها في الطبق للتقديم ونعمل التلاقة معاكم نبعد في الزين الذي يريد أن يجعله والذي لا يريد أن يجعلها كسافل يمكن أن يجعلها كسافل أنا أريد أن يجعلها بعض الوز والبانانة و بعض التمارات و بعض الوز وبانانة كما ترون هذه هي كيف يجعلها كيف يجعلها هذه كيف يجعلها نبدأ بأطباق مزيلا بسم الله نحن نأخذ أطباق صغيرة وأطباق متوسطة بسم الله من أجل المدين ió لذلك طباق مزيلا نجعلها في صلح اضافة 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 مرحل هاكا صفي مع شكول اللي بقي مضيعنا نزيزو في شوية صفي طلحت معي هاي الضغية تتعقرض تقريدا لغا هاده ده شده تقريبا لغزالة ديالي هذي هي تحرية ديالنا اللي قلنا غير بدار نبيا غورت بجوج اكل زيال فالينا والنشا والحليب والسانينا ده مقالينا نحطوها الجنبو حد شوية بما بردت وابخي نتخلوها لثلاجة وعند التقديم كنديرو لها تزين خليكم ده مقالينا نتلقى في مرحلة تزين يا عضا بسلام عليكم انا بالنسبة للتحلية ديالنا هاي شكل نهائي ديالها انا قدمناها بها الطريقة وبها الطريقة انا قدمناها بشوية اللوز من المهرمى شوية ديال الأطماء وكان عندي شوية ديال الخوخة هو الخوخ تميرات وشوية ديال اللوز كما ممكن اننا نقضموها بها الطريقة وكتشدهم تتقلبوهم تتقلبوه عادي وتزينوهم كذلك بشوية ديال اللوز بحال هاكا هادي زيير هاكا جراق هي هاكا بتقديم يعني بحال هاكا ممكن نديرو خطوطة ديال الشوكولات ممكن انا كل واحد وي على حساب اللي متوفر عندو بحال هاكا زميرات بحال هاكا بشكل نيائي ديال التحرية ديالنا نتمنى تجربوها وتعطيوني الاراء ديالكم في التعليقات ياذا نخليكم سلام عليكم كل فيديو قادم ان شاء الله باي